توصلت احتفالات المواطنين برابع أيام عيد الأطحى المبارك وشهدت حديقة الحيوان بالجيزة إقبالاً كبيراً من الزوار حيث تعد الحديقة متنفساً لكثير من الأسر والعائلات لقضاء إجازة العيد أحمد الحسيني والمزيد في هذا التقرير إقبال كبير من المواطنين على حديقة الحيوان بالجيزة خلال رابع أيام عيد الأطحى المبارك حيث توفد الجمهور على زيارة الحيوانات البرية والسباع والجبلاية وبيت الشامبانزي وبحيرة البجع بالإضافة إلى الزرافات ووجود وسائل ترفيه لزوار الحديقة حيث اتخذت الحديقة مجموعة من الاستعدادات لاستقبل الجمهور خلال العيد حصل خطة اكسار الحيوانات الموجودة عندنا فيه ولادات فيه زيادة في بعض الأنواع الهامة جدا ودرنا نستغل الزيادة دي فيه نحن نجيب برضو حيوانات مش موجودة عندنا باسلوب مبتكر هو اسلوب البدل درنا نجيب الزراف سبع البحر فالحمد الله المجموعة الحيوانية كلها مكتملة الفترة اللي فاتت عملنا جهد جبير في الموضوع ده البدلات المائية في منطقة البحيرات شاهدت أقبالا كبيرا خلال اليوم الرابع من العيد فضلا عن تمتع زوار الحديقة بخدمة التنقل داخل الحديقة عن طريق الطفطف وعربات كهربائية لإطفاء البهجة والسعادة على الزوار والمواطنين جاء تفسح وعضي يوم جميل كده وكل سنة حضراتكم طيبين وصراحة حاجات كويسة هنا ومفتمام يعني شوف المغازة تعبين والقسود والحيوانات المغازة وقض يوم جميل كده في الجنة حديقة الحوانة من المناطق الجميلة اللي هو الواحد يخرج ويتمتع مانا فيها من الأولاد وكده ومكان عائلية وكده عجب ننزام الحديقة يعني وكده برتاح فيها يعني بحبها فسحها مع الروم القسودة والنمر والحاجات دي يعني دي اتفرج على حديقة الحيوانة اتفرجت على اللامة والزرافة والنعمة ماشي والحوز الحمارة لمازل خطط والحصان الجميل اللي هو را من هنا ده وشفت النعمة وشفت الهورس والهورس اتنين برضو والبيض والبجعة ويحب الجنينة الحيوانات دي مرة رحتها جيت فعل غرلات والحاجات الحيوانات حلبة فكرة ممتازة لنا ان احنا اخذنا قرار وجينا هنا وكانت اول مرة بالنسبة لنا وفي منتهى السعادة ان احنا هنا والولاد طبعا مبسطين وكانت المسطحات القدراء داخل الحديقة متنفسا للزوار حيث قامت شركة النظافة بأعمال المتابعة لإطفاء النظافة العامة على الحديقة والاستمتاع بالمقاعد وموائد الطعام التي تم زيادة أعدادها لتواصل الحديقة تقديم خدماتها المميزة للجمهور في المناسبات والعطلات الرسمية احمد الحسيني التلفزيون المصري